الجيش يوقف عمر الصاطم وعائلته تنفي تورطه في الخاص داعش على الأبواب الخطر موجود وهم يعملون على المدى الاستراتيجي وليس على المدى السريع في لبنان السياحة بألف خير سلام من الكويت لدينا خلايا لمجموعات إرهابية الوضع داخل لبنان مستقر بشكل معافى وبشكل صحي من إيران إلى دول البترو دولار دوركم غدا صباح الخير عار العرب سياسيا تبدده أقدام ذهبية جزائرية ترقص في الملاعب البرازيلية وتسجل أربعة أهداف صعبة على منتخب كوريا الجنوبية في الأشواط الأمنية داعش يتقدم على الجميع ويشكل نقطة انطلاق المجموعات السياسية له تحرك كاري في المنطقة واستنفر روحان دول الخليج واعترض خامينئي على تدخل أمريكا في العراق وخسر المالك مدنا وبوابات عبور إلى سوريا وتأهب لبنان للقبض على الشبكات وأوعزت الإمارات إلى مواطنيها عدم السفر إلى هذا البلد الأمين على الأرض العراقية دولة داعش لا تنتظر وغزمها قائم لربط سوريا بالعراق من خلال السيطرة على المعابر وآخرها معبر الوليد في الأنبار الذي استسلم بلا قتال وأقدم مسلحون من داعش على أعدامات رميا بالرصاص لواحد وعشرين شيخا من عشائر الأنبار خطوط لبنان من جهتها مفتوحة على إرهاب يجري تعقبه أمنيا وقد أوقف الجيش خمسة أشخاص بينهم عمر الصاطم ابن عمق تيب الصاطم لكن عائلته تحدثت عن تشابه في الأسماء وقالت أن ابنها ليس هو الشخص المطلوب بل أن الصاطم المعني كان يقاتل في سوريا وغادر إلى العراق لكن الأمن في أفضل حاله أو هكذا رأاه رئيس الحكومة من الكويت معتبرا أن لبنان ليس فيه مجموعات بل خلايا إرهابية نواجهها ونضع حدا لها الخلايا الإرهابية صاحية والخلايا السياسية نائمة إلى أجل مسمى وتستيقظ عند أول كلام التمديد إذن الرئيس تمام سلام يكشف عن حلحلة في موضوع جلسات الحكومة ويشكر أمير الكويت على مساعدة لبنان زار رئيس الحكومة تمام سلام الكويت حيث التقى أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح شاكرا إياه على كل ما قدمته إمارة الكويت للبنان وفي ديوان رئاسة مجلس الوزراء الكويتي عقد لقاء موسع وتم خلاله عرض الأوضاع العامة بين البلدين والعلاقات العامة والثنائية إضافة إلى معالجة عدد من الملفات لا سيما منها المتعلقة بالنازحين السوريين بعدها أقام رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح غداء على شرف رئيس الوزراء والوفد المرافق رئيس الحكومة عقد لقاء مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم قبل أن يلتقي والوفد الوزري المرافق رئيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر رئيس الحكومة عقد مؤتمرا صحفيا في ختام الزيارة الوضع الأمني في لبنان منذ زمن بعيد لم يكن مستقرا كما هو اليوم في كل نواحي لبنان في كل مدن لبنان في كل بقاع لبنان من أقصى الجنوب إلى الأقصى الشمال من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق الوضع داخل لبنان مستقر بشكل معافى وبشكل صحي عندنا والحمد لله من المناعة وربما ويجب أن أعترف أن هذا الموضوع الذي حصل أعطي تغطية إعلامية أكبر مما يستحق ولابد أن أسجل هنا لجيش اللبناني والقوى الأمنية على دورها الفاعل والاستباقي في كشف هذا الذي حصل لأنه لو لا تعقب ومراقبة هذا الأمر لما حصل التفجير بالشكل الذي حصل فيه لأن الانتحار كان له هدف والهدف لم يتمكن من تحقيقه وهنا لابد لي من أن توجه إلى إخواننا في دول الخليج إلى إخواننا في دولة الإمارات إلى أن يأخذونا بحلمهم وأن لا يقصوا علينا فيكفينا ما يأتينا من الإرهاب ومن العنف فنريد البلسمة وهم أهل لهذه البلسمة وفي دردشة مع الصحفيين أكد سلام أن عقدة منهجية عمل الحكومة قد تحلحلت رافضاً الدخول في تفاصيلها مشدداً على أهمية التوافق وقائلاً المشكلة هي عدم إقدامنا على أي عمل خارج إطار التوافق مع تحييط كل أمر خلافي وأنا التزمت بهذا الأمر وتشاورت فيه مع الجميع توقيف عمر الصاطم بن عمق تيبة الصاطم منفذ تفجير حارة حريك والعائلة تؤكد أن الموضوع تشابه أسماء أوقف الجيش اللبناني بالتعاون مع جهاز المخابرات على أحد الحواجز في محيط مدينة بعلبك خمسة أشخاص لبنانيين وسوريين مجموعات كانوا في طريقهم إلى عرسال ومن بين الموقوفين عمر الصاطم شقيق انتحاري حارة حريك وقد بدأت تحقيقات مع الموقوفين حول شبهات بمحاولتهم التحضير لأعمال إرهابية إشارة إلى أن المجموعة التي تم توقيفها مؤلفة من ثلاثة لبنانيين أحدهم من عرسال وهو الصاطم واثنان من وادي خالد وسوريين اثنين كانوا في طريقهم للدخول إلى سوريا عبر عرسال الجيش اللبناني أصدر بيانا أكد فيه توقيفه كل من اللبنانيين عمر مناور الصاطم ابن عم الإرهابي قطيبة الصاطم الذي فجر نفسه في الضحية الجنوبية وإبراهيم علي البريدي والسوريين عطلة راشد البري عبدالله محمود البكور وجودة راشيد كامون لإجتباه بانتيمائهم إلى إحدى المنظمات الإرهابية عائلة الصاطم في المقابل أصدرت بيانا تشير فيه لأن عمر الصاطم الذي جار توقيفه من قبل مخابرات الجيش وهو متوجه العرسال غير مطلوب من الدولة اللبنانية ويضع عمر مناور الصاطم واسم والدته سعاد في حين أن المطلوب هو عمر أحمد الصاطم اسم والدته الشيخة وهو كان يقاتل في سوريا منذ اندلاع الحرب السورية ولفتت العائلة إلى أنها تلقت معلومات في الفترة الأخيرة عن مغادرة عمر الصاطم إلى العراق وأن ما يجري هو تشابه أسماء لا أكثر كما أبدت استياءها مما يجري لجهة تشابه الأسماء واللغط الحاصل مع كل فرد من عائلة الصاطم وتجدر الإشارة إلى أن كل من الشخصين هما أولاد عم قطيبة الصاطم الذي فجر نفسه في حالة حريك أما في التحقيقات المتصلة بمداهمة فندق نابوليون في الحمرة فتؤكد المعلومات الأمنية إلى تتبع الأجهزة الأمنية لإرهابيين مطلوبين أتيا عبر مطار بيروت وسجلا اسمهما في الفندق الأجهزة الأمنية لم تتمكن من التأكد من مقوثهما في الفندق أو أنهما غادراه قبل ليلة من المداهمة ومن بين المعتقلين السبعة عشر أفرج عن جميعهم باستثناء فرنسي عشريني من أصول عربية يرجح أن يكون من جزر القمر أو الصومال وينتمي إلى تنظيم القاعدة وهو رئيس مجموعة إرهابية كانت تخطط لعمل إرهابي ضخم وصل إلى لبنان منذ أسبوع تنقل بين فندقين في الحمرة تمت مداهمتهما وبحسب المعلومات الأمنية فإن الفرنسي العربي يعتبر من أهم المطلوبين الذين قبضوا عليهم وكان يحضر لتفجير شاحنة تحوي نحو ثلاثة أطناء من المتفجرات وبنتيجة هذه المعلومة طلب إلغاء مؤتمر الأونسكو وإن ليس مؤكد إن كان المؤتمر نفسه هو الهدف وبحسب المعلومات فإن ثلاث سيارات مفخخة لم يعثر عليها حتى الساعة والبحث لا يزال مستمرا داعش تهدد لبنان والأردن بعد العراق فهل باتت على الأبواب؟ الأردن واللبنان في مرمى هستيريا داعش الدموية إذن قد يسأل البعض ما الجديد في التهديد فالسيارات المفخخة وانتحاريها جعلوا التهديد واقعا قبل أشهر وكذلك الإعلان في مطلع العام عن تحويل لبنان من أرض نصرة للمجاهدين في الدول المجاورة إلى أرض جهاد وقبله تهديد داعش في كانون الأول عام 2013 لكن أنجازات داعش في العراق نقلت التهديد إلى مستوى آخر من الرعب فهل نستيقظ ذات يوم لنجد وحوش الدولة الإسلامية يجبون شوارعنا وهل تصبح صور قطع الرؤوس وفرض الإتوات حقيقة على الساحة اللبنانية الفارق بين لبنان وبين سوريا وبين العراق يعني أن لبنان الآن هناك ما يسمى السلطة السياسية المتماسكة هذه السلطة وخصوصا الأجهزة الأمنية الجيش اللبناني أو القوى الأمنية بالإضافة إلى التفاهم حتى نتحدث بصراحة التفاهم الذي حصل بين حزب الله وطيار المستقبل سحب من أيدي هذه التنظيمات الظروف المساعدة لأن عادة هذه التنظيمات تستفيد من مسألتين أساسيتين مسألة الأولى غياب الدولة المركزية أو ضعف الدولة المركزية ومسألة ثانية الصراع السياسي أو الذي يأخذ بعض طائف أو مذهل في لبنان هاتين مسألتين غير متوفرتين لإقامة ما يسمى قاعدة واسعة هذا الكلام أن تضمن سببا للطمأنة لكنه لا يجعل الخطر بعيدا وأسباب الخوف كثيرة داعش ليست القاعدة ولا تعتبد التكتيكات نفسها لم يكن للقاعدة أرض جهاد قريبة من لبنان اعتمدت على خلايا موزعة بين البلدان وفق تقسيم سايكس بيكو من دون أن تربطها مركزية صارمة وتحديدا بعد وفاة أسامة بن لادن داعش جعلت العدو أكثر إغراءا وقربا فتحت ساحة قتالها المذهبية للجميع استمتعت بعنف علني مشرعا والأهم أنها نسفت حدود سايكس بيكو مخططة لدولة إسلامية تشمل العراق وبلاد الشام ولبنان جزء من الدولة الممتدة من العراق إلى سوريا فالأردن وفلسطين أنا برأيي الخطر موجود وهم يعملون على المدى الاستراتيجي وليس على المدى السريع يعني هذه التنظيمات إذا توفرت ظروف سياسية مهيئة لا يوجد شيء يمنعهم من الامتداد خصوصا أن هذه التنظيمات تنشط في إطار ما يسمى التعاون المعنوي أو ما يسمى في النظرية الكيميائية الأوعية المتصلة أن هذا التنظيم ارتفع في مكان ما يتفاعل معه بقية المناطق يعني بيصير في نوع من التفاعل لا يكشف التقرير سرا إن قال إن لبنان في مرمى داعش فالعالم أجمع بات مهددا وتصريحات قادة الدول تؤكد ذلك ولكن المراقبين يؤكدون أيضا أنه ما زال الأفضل حالا بين جيرانه عسى أن تمر المرحلة المقبلة بأقل خسارة ممكنة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوس تحيقات نحن عندنا سرية ما إلا علاقة الموضوع اللي صار بيروت ما إلا علاقة به التفجير من حيث المبدأ حاليا ما بنعرف بعدين إذا التحيق بيرجع بيكشف الخيوط مبدئيا ما إلا علاقة نحن اليوم كنت أنا اليوم تجيد عزيت بالشهيد وتفقدت الجرحة وعم شوف الحاجزة شو في عنا إمكانية نرجع ندعمه ونجهزه لحتى يرجع أقوى من مكان ويقوم بمهمته كما يجي وتفقد بصبوس مستشفى شتورة وجال على جرح انفجار ظهر البيدر كما جال في مكان الانفجار واتطلع على التدابير الأمنية في المكان السياحة في لبنان لا تزال في موقع متقدم عن السنوات السابقة تقرير رشال كرام بعد كل هزة أمنية يبدأ البعض بإطلاق الإشاعات السلبية عن وضع السياحة وتعلو أصوات مدمرة للحالة النفسية للسياح واللبنانيين عموما ولكن بعد انفجار ظهر البيدر وخضة أوتال الحمرة كيف هي الأحوال اليوم ما لتغى أبدا حجوزات بالناس الموجودة في لبنان واللي جايين على لبنان بهذه الفترة أكيد أنه رايحين على فترة بدي يكون فيها تراجع بالسياحة اللي هي ابتداء رمضان ابتداء من السبت وما قبل السبت بيومين ثلاثة لطيلة فترة رمضان بتشكل على طول تراجع بالسياحة الفترة اللي هي ما بعد رمضان بعد الأحجوزات مثل ما هي الناس عم تكمل تحجوز على لبنان أملنا أنه اللي صار بالإطار المحدود تبعه يضل بالإطار المحدود تبعه الإعلام اللي صور كتير كبير بهالموضوع هيدا نحنا ما قلنا مصلحة بهالموضوع خصوصا أنه هو أكبر من الحجم اللي هو فيه لا نسبيا لهلا بعد ما فيش يتأثر ما صار فيه تأثر شي بسيط تاني لا يذكر نسبة الكنسيليشن اللي صارت ليه لأنه أساسا الحيثي صارت براد بيروت هزا فين أعتبره دهر البيضار ما صار في شي أمني بالزبط بالبيروت العاصم اللي هي المناطة العامة تتجور فيها اليوم خصوصا كعرب نوعا ما الخليجي صاروا أكتر صاروا متل الليبنانية هايدي الأمور اللي بتسير صاروا عنده صاروا معودين على أين حتى في عنا زبونات خليجيين أو عرب موجودين اليوم بالوتيرة ببيروت مددوا إقامتهم يومين وثلاثة أيام وكمية كتير كبيرة يصدقيني لأنه مدد إقامت أخيان موجودة بلبنان قالوا أنه العالم اللي بره فكرت في شي بره نحنا عايشين موجودين هون مش حكي هذا فعلا صار أنا من مصر خييفان عتلين هام بلبنان لا أنا عاد هنا في الحمر مؤدي بلسة جينا يمباري حسنا جيتوا مباري نعم فمناخو الجولة كده ونعربها الدنيا عشان خطر مبسوت والله لحد الوقت ياه مش حكي فان من شي مش حكي فان من شي لا لا من شي أنا خاف من ايه ايه اللي نخاف منه بلد زي الفل بلد محترمة وناس شعبها كويس وزي يعني قريبين من المصريين قوي الإمارات والأمريكان والفرنسيين وضعوا جزء من التحذير إنما الناس اللي عم تجي على لبنان هالفترة منها سياحة المجموعات يلي هي ما بتعرف لبنان أبدا وقررت تجي على لبنان لأنه تسوق الموضوع عبر شركة أو عبر وسائل إعلامية اللي عم يجوا على لبنان اليوم بيعرفوا الواقع اللبناني أكتر من اللبناني اللي عايشين باللبنان عندك ناس بيجوا على لبنان كبار بالعمر فيمكن ولادهم بيأسلوا عليهم نحن صراحنا حجز واحد يمكن تكنسل هي سابتنا عم نشوف المرأة عمرة 80 سنة ما بدأت تجي على لبنان كان جاي تقعد اسبوع عبر رمضان كانسلت على أساس وقتك بلا ما انزع لبنان كبارا خافوا لي مساعدة عن هيك مثل ما قالت لك أنه كل شيء طبيعي بلد ال 186 مهرجين بعد بلد ال 186 مهرجين صيف 2014 المؤتمرات اللي جاي على لبنان بعد الحجزات قائمة ما تغير فيها شيء أبدا لبل عم بيجينا حجزات بعد جديدة هالفترة للبنانيين اللي عيشين بأوروبا وهن كانوا ناطرين لو مأخر انه يجوا بس تقدروا يقضوا فرصهم مع عيالهم ما أجلتوا ما خفتوا تجوا انه في شيء بلبنان ما في شيء بلبنان لا لا بيش أي مشكلة أول مرة بتجي على لبنان نعم أدي بقيين أربع تيين أربع تيين وأنت شو مبسوطة عندك جيت أه أحب لبنان مانك عطليني همشي لا الأطلات أساسا كمان ما صار فيها تأثير خاصة الأطلات العاصمة وبو الحمرة نسبة تشغيل اليوم بأطلات الحمرة ما زالت 80% لبنان سبحان الله يعني عنده هوية أن العالم مجرد أنه رأي تاني يوم بتلاقي الشغل بيمشي وقد علمت الجديد أن غالبية الفنادق لا تزال على حجوزاتها وأن التهويل الإعلامي والشعبي بتراجع السياحة لا تفسير له إلا حب البعض تضخيم الأحوال والتشاؤم لأن واقع الحال مغاير رشال كرم قناة الجديد النائب محمد رعد يؤكد أننا تجاوزنا مرحلة الخطر الإسرائيلي على سيادة لبنان لكن المناوشات ستستمر أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن أبو محمد رعد أن الانفجار الذي حصل في دهر البيدر هو من بقايا ما يمكن أن يتسلل ويستقر في مناطقنا وأحيائنا وبلدانا وطلب رعد الأجهزة الأمنية والعسكرية بأن تفتح أعينها وأن تنصق فيما بينها حتى تقلل فيما أمكن من العمليات التخريبية وتقطع الطريق على هؤلاء العبثين المنتحرين بأمننا في هذه الفترة من تاريخ بلدنا هذه المتفجرة هي من بقايا ما يمكن أن يتسلل وأن يستقر في مناطقنا في أحيائنا في بلداننا لقد انكسر رأس السهم لهؤلاء الإرهابيين التكفيريين هم يتحركون الآن وفق أوامر تعطى لهم يستخدمون من أجل مصالح غيرهم تجاوزنا مرحلة الخطر الاستراتيجي على الأمن في لبنان وتجاوزنا مرحلة الخطر الإسرائيلي على سيادة لبنان ولا يزال الوضع تحت دائرة سيطرة ولذلك لا ينبغي لأحد مننا أن يخاف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياد قال أن العمل الإرهابي الذي استهدف حاجزا لقوى الأمن الداخلي على ظهر البيدر إنما يقع ضمن تأثير وارتدادات الهجم الإرهابية التي تصيب المنطقة لافتا إلى أن ثم التحسن وتطور وتقدم في عمل الأجهزة أما الوزير حسين الحاج حسن فشدد على أن ما يجري الآن ليس سراعا طائفيا أو مذهبيا وإنما مواجهة لمشروع سياسي يريد تفتيت المنطقة أهبت دولة الإمارات بمواطنيها عدم السفر إلى لبنان في الوقت الحاضر نظرا إلى الأحداث الأخيرة والأوضاع الأمية المضطربة ودعت مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا من خلال التواصل والتنسيق مع سفارة الإمارات في بيروت وأوضح القائم بعمال السفارة أن هذا التحذير يأتي من حرص وزارة الخارجية على مواطني الدولة وسلامتهم في الخارج دعيا إياهم إلى ضرورة الالتزام التام بالبيان إلى حين صدور إشعار آخر الرئيس الإيراني حسن روحاني يحذر الدولة الداعمة للإرهابيين بأن دورهم آت وانسحابات مفاجئة للجيش في عدد من المناطق العراقية وداعش تسعى لتأسيس دولتها في حوض الفرات من الرقى شمالي سوريا حتى مشارف العاصمة العراقية نصح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول التي تساعد الإرهابيين بأموالها من البترو دولار أن تكف عن ذلك وأن تدرك أن دورها سيأتي غدا روحاني وخلال افتتاح المؤتمر الدولي لتكريم الإمام الحسن المجتبى في تهران دان من سماهم الهمج المتعطشين يدماء المسلمين الذين يقطعون رؤوس الأطفال ويقتصبون المسلمات نحن نمد يد الود والصداقة والمحبة إلى جميع المسلمين والعالم الإسلامي ونقول لجميع الدول الإسلامية ولتلك الجهات التي تدعم الإرهابيين ببترو دولاراتها غدا سيحين دوركم إذن كفوا عن دعم الإرهاب والعنف وإراقة الدماء بدوره أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي أن إيران تعرض بقوة أي تدخل أمريكي في العراق مشددا على أن الشعب والحكومة المرجعية في العراق قادرون على إخماد نار الفتنة في هذا البلد وفي تطورات المشهد الميداني انسحبت القوات الأمنية العراقية بعديدها وعدتها وعلى نحو المفاجئ من مقار قيادتها بين قضاء عانا والراوى غربي محافظة الأنبار لصالح مسلحي العشائر المدعومة من داعش وأعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام لقوات المسلحة العراقية قاسم عطى أن الإجراء التكتيكي يهدف إلى حجد الإمكانيات ونفذ عناصر داعش أدامات ميدانية بحق 21 شخصا من وجهاء مدينتين راوى وعانا بعد سيطرتهم عليهما عبر عمليات اغتيال رميا بالرصاص في الشوارع ووفق مراقبين فإن سيطرة المسلحين على راوى وعانا يبدو جزءا من خطة للسيطرة على سد حديثة الواقع على نهر الفرات وهو من أكبر السدود في مجال توليد الطاقة الكهربائية في العراق تزامن ذلك وانسحابا مفاجئا آخر للقوات الأمنية ومقاطيل عشائر التركومانية الموالين لهم من دون قتال من معظم الأحياء السكنية التي سيطروا عليها في وسط تل عفر بمحافظة نينوة بعد قتال عنيف مع داعش مع الإبقاء على قوات خاصة لحماية مطار تل عفر وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين ومدينة كاركوك شمالا سبق ذلك سيطرة مسلحي داعش على موقع القائم الحدودي مع سوريا ليحققوا بذلك انتصارا استراتيجيا يتيح لهم نقل أسلحة ثقيلة بين مناطق يسيطرون عليها في البلدين وبسيطرته على هذه المناطق وآخرها معبر تريبيل مع الأردن ومعبر الوليد على الحدود العراقية السورية في محافظة الأنبار غربي بلدة الرطبة إلى الجنوب الواقع على طريق يؤدي إلى الأردن من بغداد يكون تنظيم داعش والتنظيمات التي تقاتل إلى جانبه قد بسط نفوذه على معظم حوض نهر الفرات من الرقة في سوريا وحتى الفلوجة على المشارف الغربية لبغداد وتكشف تفاصيل المشهد السياسي السعي داعش المستميث لتعزيز مناطق نفوذه في محافظات حدودية متاخمة لبعضها اثنين في سوريا ومثلما في العراق تمهينا لإقامة دولة على جانبين حدود السورية العراقية يحصن فيها تنظيم القاعدة فعلى الجانب السوري يستميط تنظيم داعش من أجل السيطرة على مناطق شرقي سوريا في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة أما على الجانب الحدودي العراقي فيسعى داعش إلى السيطرة على محافظتي نينوى والأنبار وهو لم يحدث اختراقا يذكر في محافظة نينوى بسبب الثقل الأمني الرسمي العراقي في هذه المحافظة التي تعد ثاني أكبر المحافظات فيما تمكن من التغلغل إلى محافظة الأنبار بعد الفاصل العائلة اللبنانية يتيمة أهلا بكم من جديد دعوة إسلامية على مداخل ملاعب كأس العالم في البرازيل على مداخل ملاعب كرة القدم في البرازيل يتجمع عدد من الشبان الذين يوزعون على المارين بطاقات تعريفية ويستوقفونهم والهدف نشر الدعوة الإسلامية غير أن هؤلاء الشبان لم يأتوا هنا بشكل فردي بل يتبعون تنظيما أوسع تحت اسم ميشن دعوة ميشن دعوة هو تنظيم دولي يهدف لإرساء حركة شعبية وشبكة من الإرساليات الدعوية الإسلامية في العالم لنشر الإسلام بالتعاون مع سكان محليين ينصقون نشاطاتهم معها المنظمة تقوم بإدخال الراغبين في دورات تدريبية دينية وتوفر لهم الدعم البشري والمالي واللوجستي عند الحاجة قبل أن يصبحوا دعاة بدوام كامل وبتنظيم يشبه الماكينات الانتخابية في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول إنسجاما مع أجواء كأس العالم عنوان أعضاء ميشن دعوة حملتهم بـ أو ما هو هدفك وهم يدعون التبشير ليس بالإسلام المتزمت بل المنفتح والمعتدل بعد الأخطبوت بول في كأس عالم جنوب أفريقيا عام 2010 الجمل الإماراتي شهين يتوقع نتائج مونديال البرازيل في ظاهرة هي الثانية من نوعها في كأس العالم ظهر جمل إماراتي يدعى شهين تمكن من توقع نتائج عدة مباريات هامة في مرحلة دور مجموعات كأس العالم 2014 في تكرار للتوقعات الصحيحة لأخطبوت الألماني الإنجليزي بول أثناء كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010 الجمل شهين يأتي من ضمن مجموعة من الحيوانات التي بادت رائجة في موضوع التوقعات غير أن أي من تلك الحيوانات لم تحظى بشهرة شهين في هذا المونديال طريقة عمل الجمل شهين بسيطة وهو موجود في مكان ما في صحراء توضع له لوحتين كل واحدة باسم بلد مشارك في المونديال وهو يتج باتجاه أحد اللافتتين لاختيار توقعه في الفريق الفائز اختيارات شهين أصبت بنحو 70% ما يعني أن العين ستبقى متجهة صوبه في المباريات الحساسة لبنان في قلب مونديال لبرازيل من ثياب جينيفر لوباز إلى أعلام لبنان وحزب الله وحركة أمل وصولا إلى جابي ليون العكاري كل من تابع تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم يدرك أن منتخب لبنان كان قاب قوسيني أو أدنى من التأهل إلى مونديال البرازيل بعد وصوله إلى الدور الحاسم من دون أن يحالفه الحظ وعوامل أخرى لبنان لم يتأهل لكنه تواجد في قلب الحدث بدءا من حفل الافتتاح مع النجمة العالمية جينيفر لوباز التي أحيت الحفلة وهي ترتدي ثوبا مثيرا من تصميم اللبناني شارب الزوي سبعة ملايين لبناني يعيشون في بلاد السامبا سنحت لبعضهم فرصة المشاركة في حفل الافتتاح ورفع العالم اللبناني ليس في المكان المخصص لأعلام الدول المتأهلة إنما في المدرجات وهي ظاهرة تتكرر في معظم المناسبات الكبرى لكن اللبناني يأبى إلا أن يعطي الانتباع الحقيقي عن كل مهووس بالسياسة والاستفافات عندما رفع أحدهم على ما حركت أمل في مدرجات ملعب ساوباولو مهديا تحية إلى مناصره عبر مواقع التواصل الاجتماعي رد مشابه لكن من ملعب أرينا كورينثيانس الذي استضاف مباراة إنجلترا والأورجوي مع لبنانيين حملاء علما لحزب الله وآخرين نقلوا صراع المنطقة إلى العرس العالمي ومن المدرجات إلى أرض الملعب وتحديدا مع المدافع المكسيكي ميجيل ليون المتحدر من أصول لبنانية وتحديدا من بلدة بيت ملاد التي تعيش أجواء حماسية خلال مباريات المكسيك التي يرتفع عالمها مع العالم اللبناني جنبا إلى جنب على شروفات المنازل في البلدة العكرية صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير أكد البطريار كولماروني بشار الرعي أن للمسيحيين دورا أساسيا في سلام والسقرار واعتدال الشرق الأوسط وأوضح في عادة القداس الذي ترأسه في بكركي لمنسبة عيد الأب أن العائلة اللبنانية اليوم يتيمة لا يمكننا أن ننسى العائلة اللبنانية في يوم عيد الأب هي يتيمة لأنها حرمت من أبيها رئيس الجمهورية أشار نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت إلى أن فريقا في لبنان يرغب بتعطيل الاستحقاق الرئاسي وبتعطيل كل مؤسسات الدولة وشلها بانتظار حدث ما إقليمي يصب في صالحه واضح أنه فيه فريق يرغب بتعطيل هذا الاستحقاق بل بتعطيل كل مؤسسات الدولة وشلها بانتظار حدث ما إقليمي يصب في صالحه دان رئيس هيئة علماء المسلمين في عكار الشيخ مالك جديدي التفجير الإرهابي الذي طال بعض أبنائنا في المؤسسات الأمنية والمدنيين كلام جديدي جاء خلال افتتاح مسجد الإمام علي بن أبي طالب الهاشمي في منطقة ظهر نصار وقال جديدي هناك من يريد أن يخطط ليعود البلد إلى دائرة الفتنة لكننا مصممون على أن ننتشل الوطن من حال الفتنة والضياع رأى الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حديدي أن العالم العربي يشهد مخاضا قاسيا ومرحلة انتقالية خطيرة جعلت من طيف أسود اسمه داعش اليوم هاجسا يسكن كل فرد فيه وأشار حديدي إلى أن هذه الحركة الإرهابية المجرمة ليست حركة بذاتها إنما وليدة المشروع الأمريكي في المنطقة مشروع سايكس بيكو الثاني مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تحتفل بإنجاز اتفاقية التعاون مع منظمة اليونسكو العالمية بعد توقيع اتفاقية التعاون بين مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ومنظمة اليونسكو العالمية في باريس بين الوزير ليلة صلح حميدي والمدير العامة لمنظمة تم تدشين قاعة المؤتمرات الدولية والمركز الرقمي لتعليم مهارات الألفية الثالثة ومكتبة الموارد الرقمية في مبنى اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية برعاية وزير الثقافة روني عريجي وحضور الدكتور حمد بن يوسف الهمامي ومدير عام وزارة التربية فادي يرق وفعاليات سياسية وديبلوماسية وتربوية ما تفعله مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية بشخص نائب رئيسها معالي الوزيرة السيدة ليلة صلح حميدي بعيداً عن الانقسامات والاستفافات السياسية أو الطائفية وعلى مساحة كامل الوطن الصغير بحجمه إنما الكبير بحجم الثقافة التي يتميز بها أهله عندما فكرنا في هذا المشروع وتوجهنا بطلبنا إلى معالي الوزيرة ليلة صلح حميدي الموقرة وكان أول لقاء بها شعرت حقيقة بأن طلبنا مقدم لشخص يقدر عالياً معنى التعليم والتعلم ولديه رغبة أكيدة لخدمة الإنسانية أردنا السيدة إيرينا بوكوفا أن تكون إلى جانبنا اليوم لتتبنى موقفاً مميزاً كالذي تبنته في الإصرار على طبول عضوية فلسطين لعلها تساعد زعماء اليوم في اتخاذ موقف وطني يحسب الكثير من الأمور الشائكة والمجمدة ماذا حصل للبنان؟ الغلط وجهة نظر والعمالة بعد نظر والتطرف إصابة هدف حتى هزم لبنان من كسرة الأهداف وبدل أن نطلب من المنظمات الدولية إرجاع النازحين إلى أوطانهم طالبنا بحقنا في إيوائهم العدد سيصل إلى مليونين ثم تسلمت الوزيرة الصلح درعاً تقديرية بعدها قامت بجولة داخل المبنى بعد الفاصل أمريكا تعترف داعش تهديد المنطقة استهدفت ليلاً تسعة مواقع للجيش السوري في الجولان بغارات إسرائيلية وذلك رداً على مقتل إسرائيلي بهاو سوري وصل الجيش السوري عملياته العسكرية في بلدة المليحة ومحيطها بحسب ما أفاد التلفزيون السوري الذي قال إن الجيش يحقق تقدماً في معاركه ضد الإرهابيين مشيراً إلى أن المسلحين كانوا يستخدمون آليات لحفر الأنفاق والخنادق وقد أصبحت تحت سيطرة الجيش إلى ذلك بث التلفزيون مشاهد لمسلحين قتلى كانوا قد حاولوا التسلل إلى سهول رانكوس الغربية ومحيط بلدة الطفيل اللبنانية والزبداني مشيراً إلى أنهم غير سوريين وأن الجيش بات يسيطر على التلال المطلة على رانكوس ويقطع طرق الإمداد والمعابر غير الشرعية للمسلحين من جهة ثانية أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية مقتل إسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة وأكد مصدر في الوزارة مقتل مقاول يعمل لحسابها في الهضبة بالقرب من الحدود مع سوريا بينما يتم التحقيق في الأمر وأشارت مصادر أمنية إلى أنه قتل نتيجة انفجار قذفة هاون أطلقت من سوريا وأن القتيل كان يعمل على السياج الذي يبنيه الاحتلال الإسرائيلي في الجزء المحتل من الهضبة في حادث وقع جنوبي معبر لقنيترا وقد ردت قوات الاحتلال بإطلاق النيران عبر الحدود على خط آخر تم تدول وثيقة موقعة في مخيم اليارموك وهي اتفاق لتحييد المخيم بين الدولة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية والهيئات الأهلية والمجموعات المسلحة داخل المخيم وأبرز ما جاء فيه وضع نقاط تمركز حول حدود المخيم الإدارية لضمان عدم دخول أي مسلح من خارج المخيم وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة متفق عليها ومنع دخول أي شخص متهم بالقتل إلى المخيم حاليا لحين إتمام المصالحة الأهلية وأي شخص يريد العودة وكان مسلحا يدخل بشكل مدني إضافة إلى تسوية أوضاع المعتقلين ووقف إطلاق النار فورا هذا وتدولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر استقالة العضو في حكومة الائتلاف يوسف كنعان من منصبه كرئيس للمكتب الزراعي في ريف دمشق بسبب عدم اهتمام الوزير بصحة الأهالي ورفضه لطلب الإضافة على سكايب الذي كان قد تقدم به كنعان وزير الخارجية الأمريكية يهبط في مصر في زيارة مفاجئة أكد وزير الخارجية الأمريكية جون كاري في مؤتمر صحفي من العاصمة المصرية القاهرة أن تنظيم داعش يهدد المنطقة كلها وليس فقط العراق مناشلا الأفراد في المنطقة لوقف دعم أي جماعة إرهابية ورحب كاري بطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مراجعة تشريعات حقوق الإنسان مجددا دعم بلاده لقوة الشراكة التاريخية بين أمريكا ومصر ونحن نرى كما يقول الناس داعش ويتلقون عليها داعش فإن لديها أي جولوجيا من العنف والقمع وهي تمثل تهديد ليس فقط للعراق ولكن للمنطقة بأسرها وكان وزير الخارجية الأمريكية جون كاري هبط في القاهرة في زيارة مفاجئة للقاء الرئيس المصري وبحث معه مخاوف واشنطن بشأن القمع وتكتيكات الحكومة التي تقسم المجتمع المصري بحسب الولايات المتحدة وقالت بزارة الخارجية الأمريكية إن كاري يزور من الثاني والعشرين وحتى السابع والعشرين من حزيران الأردن وبلجكا وفرنسا لإجراء مشاورات مع شركاء وحلفاء حول الطريقة التي يمكننا فيها المساهمة في أمن العراق واستقراره وتأليف حكومة جامعة فيه وفور مغادرة كاري الكاهرة أعلنت مصر أن النائب العام قررت طعام بحكم الإعدام الصادر بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و182 من أعضاء ومؤيدي الجماعة الأمير بندر بن سلطان حضر لقاء الملك السعودي بالرئيس المصري في مطار القاهرة عرضت قناة العربية الفضائية مقطع فيديو لللحظات الأولى لاجتماع العاهل السعودي والرئيس المصري يوم الجمعة الماضي على متن طائرة الملك السعودي في مطار القاهرة وقد صور المقطع لحظة دخول عبدالفتاح السيسي إلى الطائرة ومصافحته الملك السعودي وكلمات الترحيب التي تبدلها أهلاً أهلاً فوق الرئيس طيب إن شاء الله الله يخليك وطول عم يعني أنا أسف اللي أول ما يقول الله يحب الله يحب كيف يحب أهلاً والسلام وكان الملك عبدالله قد استحب لدى زيارة القاهرة رئيس جهاز الاستخبارات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان على الرغم من قرار إعفائه من مهماته مؤخراً وذلك بعد مرحلة نارية اطلع بها بندر من تدريب الجهاديين في سوريا والأردن وصولاً إلى تسهيل تسللهم عبر سيناء ومنها إلى مصر الدولة التي كانت على مشارف السورنة بمساعي بندر وبالتنصيق مع إسرائيل والصحاب الملك للأمير بندر معه إلى القاهرة فصر على شكل إيجابي يترجم دعماً لعهد السيسي وبأن رئيس الاستخبارات السابق لن يعبث بأمن مصر مجدداً وأنه أصبح تحت الأجنحة الملكية لكن هذا القرار لا يسري على العراق في الخبر الأخير فاجأ البابا فرانسيس وكان قرية صغيرة حيث ترجل من سيارته خلال مرور موكبه بين المؤمنين على الطريق العام ليبارك طفلاً من دوي الاحتياجات الخاصة مواصلاً بذلك ثورته التي تشغل العالم بأسره نظراً إلى تواضعه وقربه من الناس حول العالم موسيقى 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 اشتركوا في القناة داعش يتوغل في الأنبار إلى حدود الأردن وأوباما يخشى على الاستقرار في كل المنطقة شبكة إرهابية بدأ العمل على تفكيكها والقبض على أفرادها مجلس الوزراء الخميس والمرحلة المقبلة للاستثمار في الأمن ننتقل إلى السفير انتحاري نابوليون دخل من المطار وانتظر الإشارة مشغل خطير ومطلوبون بقاعا وشمالا في قبضة الجيش غارات إسرائيلية فجرا على مواقع سورية في القنيترا خطر داعش يسرع مصالحة اليرموك الحدود العراقية تهتز في الأنبار الاحتلال يحول ليلة الفلسطينيين إلى جحيم في الأخبار أحد موقفي الحمراء قرب التخطيط لعملية بتكليف من الدولة انتحاريان طلقان دولة داعش ننتقل إلى الأنوار سلام يعمل على طمأنة الخليج داعش تسيطر على حوض الفرات الإمارات تدعم مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان الجزائر تحقق نصرا للعرب في كأس العالم في الديار هل سقطت المظلة الإقليمية الراعية لأمن لبنان؟ داعش يخطط وينتظر الأوامر والأجهزة الأمنية بالمرصاد الجيش اللبناني أوقف خمسة أشخاص قرب عرسال الجزائر تحلق وبلجيكا تتأهل إلى المستقبل ضبط شبكة إرهابية في الشمال وسلام يطمئن الخليجيين الوضع تحت السيطرة حزب الله يحتل طفيل وأهلها ينزحون حكومة المالك تفقد السيطرة على المعابر إلى سوريا والأردن أوباما يحذر من مخاطر داعش على المنطقة في البناء اليوم لبنان الأمني والسياسي والحكومي مستنفر إيجابيا على إيقاع المخاطر وإدارة الفراغ كريو طالب السيسي بالاستعداد لدور سياسي في سوريا والعراق داعش تهدم سايكس بيكو وواشنطن تعلن يأسها من المعارضة السورية المعتدلة مصدر أردني البغدادي يهدد عبدالله الثاني إلى اللواء مبادرة أمير الكويت لسلام دعم مالي يتجاوز الأمن ثلاثون مليون للنازحين ومئتا مليون للكهرباء وعرض الاستفادة من الخبرة النفطية الجيش يوقف خمسة أشخاص بتهمة الإرهاب والجيش السوري يعتقل لبنانيين من عكار تهدئد إيراني لدول الخليج لن تكون بمنأة عما يجري في العراق كريم القاهرة لقيادة عراقية تتقسم السلطة وأقوات المالك تنسحب من ثلاث مدن في الأنبار البلد عنوانت سلام يطمئن وامنيا من الكويت والثقة العربية مهتزة داعش يتمدد وإيران لا للتدخل الأمريكي دمشق تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب في الجمهورية بريل استثمار عاجل في الأمن بلجيكا إلى ثمن نهائي والجزائر تطيح كوريا الجنوبية في الحياة كري يدعو إلى تجاوز الانقسامات الطائفية وخاميني يرفض تدخل الأمريكي ومفاوضات لحل الخلافات حول شخصية رئيس الحكومة وأعدام 21 من وجهاء مدينتين راوى وعانا داعش يتوسع في الأنبار ويتقدم في حرب المعابر دعا إلى تحرك إقليمي لمواجهة تمدد الإرهاب مصر كري يتعهد إنهاء تجميد المساعدات نختم مع الشرق الأوسط مفاوضات لتسليم حديث دون قتال والجيش ينسحب من بعض مدن الأنبار خاميني يرفض تدخل الأمريكي المسلحون يهددون ثاني أكبر سدود العراق الإمارات تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى بيروت تمام سلام في الكويت على الخليجيين مدوات جروح لبنان واشنطن تسعى لتمرير المعونات والأباتشي لمواجهة القاهرة للإرهاب كري علينا أعطاء السيسي فرصته كان في النشرة الجيش يوقف عمر الصاطم وعائلته تنفي تورطه كان في الخاص داعش على الأبواب الخطر موجود وهم يعملون على المدى الاستراتيجي وليس على المدى السريع في لبنان السياحة بألف خير مجرد أنه تاني يوم بتلاقي الشغل بيمشي السلام من الكويت لدينا خلايا لا مجموعات إرهابية الوضع داخل لبنان مستقر بشكل معافى وبشكل صحي من إيران إلى دول البترو دولار دوركم غدا ختام النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة